اتفاق الرياض إلى طي النسيانة هكذا تبدو الأمور بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ هذا الاتفاق في الخامس من هذا الشهر وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من التوقيع عليه وانتهاء فترة العشرين يوماً التي حددت لتنفيذ محظر الانسحابة المتبادلة الموقع بين كل من الحكومة والمجلس الانتقالي في التاسع من شهر يناير الماضي أحية السعودية مساعيها الهادفة لمنع فشر اتفاق الرياض بالضغط على طرفيه للتوقيع على ما أسمي حينها بمحظر مصفوفة الانسحابة المتبادلة لكن لم يتم التقيد بالمهلة الجديدة ما دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن اتفاق الرياض الذي تمتلك السعودية كل إمكانيات إنجاحه قد سقط أبدى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تصلباً في تنفيذ الشق العسكري والأمن من الاتفاق والذي يقضي بتسليم الأسلحة الثقيلة والانسحاب من عدن وإعادة الانتشار خصوصاً في مناطق المواجهات العسكرية التي اندلعت خلال شهر أغسطس آب من العام الماضي مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عباد بن دغر بصفته رئيس الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ محظر الانسحابة المتبادلة كان قد أكد أن الحكومة الشرعية نفذت معظم الاتزاماتها من الانسحابات وعلى المجلس الانتقالي لالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدماً نحو باقي الخطوات الأمنية والسياسية وزير النقل صالح الجبوان اتهم الإمارات والمجلس الانتقالي بالوقوف وراء فشل اتفاق الرياض الذي قال إن الإمارات صممته لتضرب به مراكز قوة الشرعية في الصميم وخصوصاً الشرعية المتواجدة على الأرض من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين وسلطات محلية ومع ذلك لم يجد طريقه إلى التنفيذ على الإطلاق لأن من وصفهم بمرتزقة الإمارات لم يسلموا قطعة سلاح واحدة ولا مركبة عسكرية أو دبابة أو مدفع ولم يتم تحريك جندياً واحداً من معسكره الرد الإماراتي جاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي غرد في تويتر بأن اتفاق الرياض أنجز بجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الإنقلاب الحوثي والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي حتى اللحظة لم يصر عن الحكومة السعودية أي تعليق بشأن التعاطي مع تداعيات فشل اتفاق الرياض أو الإمكانيات المتاحة لإعادة إحيائه مما يشير إلى قلة شأن هذا الموضوع برمته بالنسبة لصانع القرار السعودي